السلام عليكم مرحبا بكم أصدقائي على قناة English with Angela طبعا أصدقائي لما الإنسان بده أدم أي امتحان سواء التوفل ولا الآيلس ولا أي امتحان تاني لازم يكون في عنده عدد كافي من الكلمات حتى يكون قادر أن يعبر عن الشيء اللي بده إياه بالإضافة طبعا لمهارة صياغة الجملة بالشكل الصحيح والقواعد بشكل عام بهالقائمة أصدقائي رح ندرس حوالي 8000 كلمة مع معانيون المختلفة بتمنى أصدقائي أن تدعم الفيديوهات باللايك والشير وما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس تنبيات ليصلكم كل جديد وهلأ يلا نبدأ الدرس الكلمة الأولى بدرس اليوم هي هايز هواء مجتمل على شيء كالماء أو الغبار تصعب الرؤية من خلاله هايزي قد تأتي بمعنى غير واضح بسبب الضباب وقد تعني أيضا غير واضح بسبب نقص في الذاكرة أو الفهم أو التفاصيل هيدلايت أحد ضوئين كبيرين في مقدمة السيارة هيدلاين عنوان مقال إخباري مطموع بأحرف كبيرة وخاصة على الصفحة الأولى لإحدى الصحف أو لموقع إخباري وقد تأتي بمعنى ملخص قصير لهم الأخبار هيد سرونغ عنيد أو مصمم على فعل الأشياء بطريقته الخاصة ويرفض الاستماع إلى النصائح هيدوي أحراز أو تقدم هيل يشفي أو يشفه هيلث الصحة هيلثي بصحة جيدة هيلثفل جيدة أو مفيدة للصحة هي سي إشاعة أو الأشياء التي سمعتها من شخص آخر ولكنك لا تعرف بالتأكيد منى صحتها خاطن يملأ بالأمل ويصفه هيلث يرفع أو يصحب أو يرمي شخصاً أو شيئاً ثقيلاً جداً بجهد كبير هيكتيك مشغول جداً ومليء بالنشاط هينج صف من الشجيرات أو الأشجار الصغيرة المزروعة بالقرب من بعضها البعض وعادة ما تكون على طول حافة الحق أو الحديقة أو الطريق مذهب المتعة ويعود إلى اليونانية القديمة يقوم هذا المذهب على الاعتقاد بأن المتعة هي الشيء الأهم في الحياة يولي اهتماماً دقيقاً لنصيحة أو تحذير شخص ما هيدلس طائش أو مغفل أو لا يعتني بأحد أو بشيء ما حق العناية A الوريث وهو شخص لديه الحق القانوني في الحصول على ممتلكات شخص ما أو أمواله أو لقبه عند الوفاة إيرس أو إيرس الوريثة الأنثى ولا سيماً التي حصلت أو ستحصل على ثروة كبيرة هجيرا أو هجايرا هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة وذلك في العام 622 للميلاد متعاون أو مفيد وقادر على تحسين حالة معينة عاجز أو غير قادر على الاعتناء بنفسه أو القيام بالأشياء دون مساعدة الآخرين هم قطعة من القماش يتم قلبها وخياطتها وخاصة على قطعة الملابس هم سفيا نصف الكرة الأرضية وخاصة النصف الذي فوق أو تحت خط الاستواء هم لوك نبات سام يحتوي على كتلة من الزهور البيضاء الصغيرة والتي تم في نهاية ساق مغطا بالبقى هينس لذا أو لهذا السبب هينس فوث أو هينس فاود من الآن فصاعدا هيرولد يبشر أو ينذر بشيء أو يكون إشارة لحدوث شيء لاحقا هابيشوس عشبي أو مرتبط بالنباتات ذات السوق الناعمة هابيسايد مادة كيميائية سامة للنباتات تستخدم لقتل النباتات التي تنمو في أماكن غير مرهوب فيها هابيفا عاشب أي حيوان يأكل الأعشاب فقط هابيفورس حيوان آكل عشب هود قطيع معين من الحيوانات التي تعيش وتتغذى معا هوريدتري وراثي مرض أو سمة شخصية يأخذ الطفل من أبويه قبل أن يكبر هوريدتي الوراثة أو العملية التي يتم من خلالها نقل الخصائص العقلية والجسدية من قبل الوالدين إلى الأطفال هيروسي بضعة أو محدثة رأي أو اعتقاد يتعارض مع دين معين أو مع ما يعتقده معظم الناس هيريتج إيرث أي الخلفية العرقية والدينية للشخص أو البلدان والثقافات والجماعات الدينية وما إلى ذلك والتي ينتمي إليها آباء الشخص أو أسلافه هوميت ناسك وهو شخص يعيش بمفرده عادة لأسباب دينية حياة بسيطة للغاية ولا يلتقي أو يتحدث مع أشخاص آخرين هونيا الفتق وهو حالة طبية يتم فيها دفع جزء من العضو عبر جزء ضعيف في العضلات أو الأنسجة المحيطة به هزيتنت متردد بسبب عدم الرغبة أو اليقين أو الإحراج هزيتيت يتردد في القول أو الفعل بسبب عدم اليقين أو الإحراج أو التوتر هيتروجينيوس غير متجانس أي يتكون من أنواع مختلفة من الأشخاص أو الأشياء هيووريستيك إرشادي هيو يصنع أو يشكل شيئا كبيرا عن طريق القطر هكسيغن سداسي الزوايا وهو شكل مسطح له ستة جوانب مستقيمة وست زوايا هكسيغن سداسي الشكل أو مسطح له ستة أضلاع مستقيمة وست زوايا هاي دي الذروة أو الأوج وهو الوقت الذي يتمدع فيه شخص ما أو شيء ما بأكبر قدر من القوة أو النجاح أو كان الأكثر شعبية هاي بنيت السبات الشتوي حيث يقضي الحيوان الشتاء في حالة من النوم العميق هايبنيشن السبات وهو حالة تشبه النوم العميق تقضي فيها بعض الحيوانات فصل الشتاء هايد يخفي شيئا أو أحدا للحفاظ عليه أو لإبعاده عن الأنظار هيديس قبيح جدا أو غير سار هيراكيكل هرمي أو مرتب حسب ترتيب هرمي هيراكي تسلسل هرمي وخاصة في مجتمع أو منظمة حيث يتم فيه تنظيم الأشخاص في مستويات مختلفة من الأهمية من الأعلى إلى الأدنى هيراكيليف صورة أو رمز لشيء ما يمثل كلمة أو مقطع أو صوت وخاصة كما هو مستخدم في أنظمة الكتابة المصرية القديمة هايلايت يسلط الضوء أعلى أو يؤكد على أهمية شيء ما هيليريوس مضحك للغاية هيل تل أو مساحة من الأرض أعلى من الأرض التي حولها ولكن ليست بارتفاع جبل هيلي فيه الكثير من التلال هايند خلفي لحيوان ذي أربع قوائم هندة يعرقل شخصاً أو شيئاً ما هيندرينس عائق شخص أو شيئ ما يجعل من الصعب على شخص ما القيام بشيء أو حدوث شيئ ما هيند هيند قصعة من المعدن أو البلاستيك أو غير ذلك يتحرك عليها الباب أو الغطاء أو البواب بحرية عند فتحها أو إغلاقها هيند تلميح أو شيئ تقوله أو تفعله بطريقة غير مباشرة يتذر لشخص ما ما تفكر فيه هيند يلمح أو يقترح شيئاً ما بطريقة غير مباشرة هيند تلاند المناطق النائية وهي مناطق الدولة البعيدة عن الساحل أو عن ضفاف نهر كبير أو عن المدن الرئيسية هيبوبوتوموس فرس النار حيوان أفريقي ثقيل كبير الحجم ذو جلد سميك داكن وأرجل قصيرة يعيش في الأنهار والبحيرات هايا يوظف أو يعين شخصاً ما في وظيفة مؤرخ أو الشخص الذي يدرس أو يكتب عن التاريخ أو خبير في التاريخ تاريخي أو مرتبط بالماضي هذي تو إلى الآن أو إلى الوقت المحدد الذي تتحدث عنه هوس أجش أو خشن الصوت بسبب التهاب في الحلق وما إلى ذلك هوكس خدعة أو فعل يهدف إلى جعل شخص ما يعتقد شيئاً غير صحيح وخاصة شيئاً غير صحيح هوبي هواية هو مجرفة وهي أداة تستخدم في الحديقة ذات مقبض طويل وشفرة معدنية رفعة تستخدم لتفتيت التربة وإزالة العشاب الضار هويست يرفع أو يسحب شيئاً ما إلى موضع أعلى وغالباً باستخدام الحبال أو المعدات الخاصة هولد يبقي أحداً أو شيئاً ما في موضع معين وقد تأتي بمعنى يعقد كأن يعقد اجتماعاً مثلاً هولو مجوف أو فارغ من الداخل هوميج أو أوماج تحية لشخص أو شيئ ما أو شيء يقال أو يتم فعله لإظهار الاحترام لشخص ما هومسيك الحنين إلى الوطن هومستيد منزل مع الأرض المحيطة به وبشكل خاص مزرعة أو مباني هوميجينيوس أو هوموجينوس متماثل أو متجانس هوب طار أو حلقة هوب يتحرك في مكان ما بسرعة وبشكل مفاجئ هود حجد كبير من الناس هوريزونتل أفقي مستوى بموازاة الأرض بدلاً من الصعود والهبوط هورايزن الأفق وهو أبعد نقطة يمكنك رؤيتها حيث تبدو السماء كأنها تلتقي بالأرض أو البحر هومون الهرمون وهو مادة كيميائية يتم إنتاجها في الجسم أو في النبات والتي تشجع على النمو أو تؤثر على كيفية عمل الخلايا والأنسجة هونيت دبور وهو حشرة طائرة باللونين الأسود والأصفر ولها لضغة قوية جداً هوس ريسن سباق الخيول هوس شو أو هوش شو وهي قطعة من الحديد المنحني تثبت بمسامير في أسفل قدم الحصان هوتي كالتشورل مرتبط بدراسة أو ممارسة زراعة الزهور والفواكه والخضروات هوتي كالتشا البستنة وهي دراسة أو ممارسة زراعة الزهور والفواكه والخضروات هوز خرطوم أو أنبوب مرصنوع من المطاطئ أو غيره يستخدم لضخ المياه هوسبيتبل أو هوسبيتبل نضياف أو سخياً وودوداً مع الزوار هوسبيتولايز يرسل شخصاً إلى المستشفى لتلقي العلاج هوستايل عدواني أو غيره يبتي ومستعد للمجادلة أو القتال هاوسهولد أسرة أو جميع الأشخاص الذين يعيشون معن في منزل واحد أو شقة هوفلد منزل أو غرفة لا تصلح للسكن لأنها قدر أو في حالة سيئة للغاية هوفا يحلق في الهواء أو يبقى في الهواء في مكان واحد هاوفا على أي حال وتستخدم لتقديم عبارة تتناقض مع شيء قيل للتو هاولد يعوي الزئب أو الكلب بصوت عال وطويل هاو تو يقدم تعليمات أو نصائح مفصلة حول كيفية القيام بشيء ما هاب المركز أو المحور لشيء أو الجزء الأهم فيه هاباب الصوت العالي الذي يصدره الكثير من الأشخاص الذين يتحدثون في نفس الوقت هاكلبيري التوتو البري وهو فاكهة صغيرة مستديرة أرجوانية ناعمة في أمريكا الشمالية هيو لون أو مسحة من اللون أو ظله وقد تأتي بمعنى نوع اعتقاد أو رأي هيوج كبير جدا في الحجم أو الكمية أو الدرجة أو ضخم هول يزيل الطبقة الخارجية التي تغطي البازلاء والفاصول والحبوب وغيرها أو حلقة الأوراق المتصقة بالفراولة مثلا هيومن يتعلق بالإنسان أو يرتبط به دون الحيوانات أو الآلات أو الأشياء الأخرى هيومين يتصف بالرحمة والرأفة تجاه الإنسان والحيوان والتأكد بأنهما لا يعانيان هيومانيتيريان مرتبط بمساعدة الأشخاص الذين يعانون وتحسين الظروف التي يعيشون فيها هنبل قد تأتي بمعنى متواضع وقد تأتي بمعنى ليس كبيرا أو مميزا هيوميد دافئ ورطب قليلا وهي صفة للمناخ هيوميلييت يذل أو يهين هيوميلييشن ظل أو إذلال همث حجبة في سنام الإبل مثلا أو كتلة كبيرة تبرز فوق سطح شيء ما وخاصة للأرض هيوميس السماد وهو مادة تتكون من الأوراق المتحللة والنباتات والتي تستخدم كغذاء للنباتات لتنمو بشكل أفضل قضل عقبة أو صعوبة يجب حلها أو التعامل معها قبل أن يتمكن الإنسان من تحقيق شيء ما أما كفعل فتاني يقذف شخصا أو شيئا ما بقوة وقد تأتي بمعنى يشتم أو يوجه كلاما عدائيا إلى أحد أو شيء هوريكان إعصار أو عاصفة عنيفة مصحوبة برياح قوية جدا وخاصة في غرب المحيط الأطلنطي هوتل يندفع أو يتقدم بسرعة هزبند يستخدم شيئا ما بعناية شديدة ويتأكد من عدم فقدانه هزبندري الزراعة وخاصة عندما تتم بعناية وبشكل جيد وقد تأتي بمعنى الاستخدام الدقيق للطعام والمال والإمدادات هسك الطبقة الخارجية الجافة والتي تغطي المكسرات والفواكه والبذور وخاصة للحبوب أما كفعل فتاني يزيل القشور من الحبوب والبذور والمكسرات وغيرها هسل يجعل الشخص يتحرك بسرعة عن طريق دفعه بطريقة عدوانية خشنة هوت منزل أو مأوى صغير مبني ببساطة هاتش قفص أو صندوق خشبي بواجهة مصنوعة من الأسلاك يستخدم لحفظ الأرانب وغيرها من الحيوانات الصغيرة هايبريد هاجين حيوان أو نبات مهجن من أنواع مختلفة هايدرويليكتريك كهرومائي أو يستخدم قوة الماء لإنتاج الكهرباء هايدروليجي الدراسة العلمية لمياه الأرض وخاصة حركتها بالنسبة لليابسة هايدروبونيكس عملية زراعة النباتات في الماء أو الرمل وليس في التربة هايجين الحفاظ على نظافة نفسك ومناطق المعيشة والعمل الخاصة بك للوقاية من الأمراض هايجينيك أو هايجينيك نظيف وخالي من البكتيريا وبالتالي من غير المرجح أن تنتشر الأمراض هايبوسينسيتيف شديد الحساسية أو من السهل جدا الإساءة إليه هايبوتينشن ارتفاع ضغط الدم أكثر من المعدل هايبنتايز يخضع أحدا للتنويم المغناطيسي هايبوكريتيكل منافق أو يتصرف بطريقة لا تتفق مع المعايير الأخلاقية أو مع الآراء التي يدعي أنه يمتلكها هايبوثاليمس منطقة في الجزء السفلي المركزي من الدماغ تتحكم في درجة حرارة الجسم والجوع وإفرازات الهرمونات هايبوثيسيس فرضية وهي تفسير أو فكرة لشيء ما يعتمد على بعض الحقائق المعروفة والتي لم يتم إثبات صحتها بعد هايبوثيسايز يقترح فكرة لشرح شيء ما عندما لا يعرفه بالتأكيد هايبوثيتيكل افتراضي أو مبني على مواقف أو أفكار ممكنة ومتخيلة وليست حقيقية هستيريا حالة من الإثارة الشديدة أو الخوف أو الغضب حيث يفقد فيها الشخص السيطرة على عواطفه هاستيريكل هستيري أو في حالة من الإثارة الشديدة والبكاء والضحك وغيرها دون القدرة على التحكم فيها آيسيكل قطعة مدببة من الجليد تتشكل عندما يتجمد الماء عند سقوطه من شيء ما مثل السقف آيكون أيقونة وهي رمز صغير على شاشة الكمبيوتر أو الهاتف الذكي يمثل برنامجا أو ملفا آيدينتيكل مطابق أو مماثل في كل التفاصيل آيدينتيفاي إدراك أحد أو شيء ما أو إدراك هويته والتعرف عليه آيديولوجيكل مبني على عقيدة معينة أو مرتبط بها آيديولوجي مجموعة من الأفكار التي يقوم عليها النظام الاقتصادي أو السياسي آيدياباتيك مجهول السبب ويصفة للأمراض آيدياسينكراسي خاصية أو الطريقة الخاصة بالتصرف والتفكير وما إلى ذلك وخاصة عندما تكون غير عادية آيدياسينكراسي متميز أو غير عادي آيديليك سلميا وجميل أو مثاليا ودون مشاكل إجلو منزل دائري صغير أو مأوى تم بناؤه من كتل من الثلج الصلب من قبل شعب الإنيويت في شمال أمريكا الشمالية وغريلاند إجنايت يشعل أو يبدأ في حرق شيء أو يجعل شيئا يبدأ في الاحتراق إجنيشنكي مفتاح يستخدم لبدء تشغيل محرك السيارة إجنوبل حقير أو وضيع أو يجعلك تشعر بالخجل ويعكس كلمة نوبل إجنامينيس مخزن أو يجعلك تشعر بالخجل إجنورنس الجهل أو نقص المعرفة والمعلومات حول شيئ ما إجنورنت جاهل أو لا يبدو عليه الكثير من المعرفة أو المعلومات حول الأشياء إجنور يتجاهل أو لا يعير أحدا أو شيئا ما اهتماما إليجيبو صعب أو مستحيل القراءة إليجيتمت غير شرعي أو غير مقبول حسب القانون إليسيت لا يسمح به القانون إليترسي الأمية أو عدم القدرة على القراءة أو الكتابة إلومينيت يضيء أو يسلط الضوء على شيء إلومينيتد مضاء بأضواء ساطعة إلوجين وهم أو فكرة أو اعتقاد خاطئ وخاصة عن شخص ما أو عن موقف ما إلوسيف وهمي أو ليس حقيقيا على الرغم من أنه يبدو كذلك إلوسري وهمي أو ليس حقيقيا على الرغم من أنه يبدو كذلك إلستريت يوضح أو يفسر إلستريتيف أو إلستريتيف تفسيريا أو ضوحي إلسترياس مشهور جدا ويهضى بإعجاب كبير وخاصة لأنه حقق شيئا ما إميج صورة وقد تأتي بمعنى انطباع خيالي أو موجود فقط في العقل أو الخيال واسع الخيال أو يمتلك أو يعرض أفكارا جديدة ومثيرة اختلال التوازن إمباد يضمن أو يضع شيئا ضمن شيئا آخر إمبيو يشبع أو يملأ أحدا بقيم أو آراء أو مشاعر معينة إميتيت يقلد أو يحاكي إميتيشن تقليد أو محاكة إميتيتيف متطابق مع شخص أو شيئ ما أو محاكة إماكيلت نظيف ومرتب تماما مع عدم وجود علامات أو عيوب إميتيريل غير مهم في موقف معين وقد تأتي بمعنى غير مادي إميتيوة غير ناضج أو نموذجي للأشخاص الأصغر سن إميتيريل كبير أو عظيم جدا بحيث لا يمكن قياسه إميتيتي في الحال أو بدون تأخير وقد تأتي بمعنى بجوار أو قريب جدا من مكان أو وقت معين إمينز هائل أو كبير جدا إماس يغمر أو يضع شخصا أو شيئا ما في سائل وخاصة إذا تمت تغطيته بشكل كامل إميغريشن هجرة أو القدوم للعيش بشكل دائم في بلد مختلف عن البلد الذي ولدت فيه إميننت وشيك أو من المحتمل أن يحدث قريبا جدا وخاصة شيء غير سار إماوبايل ثابت أو بلا حراك إميبيلتي الجمود أو حالة عدم التحرك إمودرات مفرط أو أقصى أو ليس من المعقول إمورل غير أخلاقي أو لا يعتبره معظم الناس جيدا أو صادقا إموتل أبدي أو الذي يعيش أو يدوم إلى الأبد إموتلايز يخلد ذكرى أو يمنع نسيان شخصا أو شيء ما في المستقبل وذلك من خلال ذكره في الأدب أو صنع أفلام عنه أو رسمه وما إلى ذلك إميونتي مناعة الجسم ضد العدوى والمرض وقد تأتي بمعنى حصانة ضد شيء إميوتبل لا يمكن تغييره أو غير قابل للتغيير إمفاكت أثر أو التأثير القوي الذي يحدثه شيء ما على شخص أو شيء ما وقد تأتي بمعنى فعل شيء يضرب الآخر أو أثر القوة التي يضرب بها إمبال يلحق الضرر بأحد أو شيء ما أو يجعل الشيء أسوأ إمبال يطعن أو يدفع جسما مدببا داخل شيء إمبال ببل غير محسوس أو لا يمكن الشعور به جسديا وقد تأتي بمعنى صعب جدا على الفهم إمبال ينقل المعلومات أو المعرفة إلى الآخرين وقد تأتي بمعنى يعطي شيئا ما سمة خاصة إمباشل محايد أو غير متحيز لشخص أو مجموعة أكثر من أخرى إمباس مأزق أو وضع صعب لا يمكن فيه إحراز أي تقدم لأن الأشخاص المعنيين لم يتفقوا على ما يجب فعله إمباشل عاطفي أو يظهر مشاعر قوية تجاه شيء ما وعادة ما يكون ذلك في الكلام إمباسف غير عاطفي أو لا يظهر أي شعور أو عاطفة إمبيجنت نافذ الصبر إمبيج يعزل أو يقيل بسبب تهمة ما وقد تأتي بمعنى يشكك في شيء إمبيكابل لا يشوقه شائبة أو دون أي أخطاء إمبيكيونيوس يملك القليل من المال أو لا مال له إمبيد يعيق أو يؤخر أو يوقف تقدم شيء إمبيديمنت عائق أو شيء يوقف أو يؤخر تقدم شيء إمبيل يدفع أي يدفعك شعوراً أو فكرة لعمل شيء ما إمبيندينغ وشيك أو سيحدث قريباً جداً إمبينتربل منيع أو لا يمكن الدخول إليه أو المرور من خلاله أو رؤيته وقد تأتي بمعنى غامض أو لا يمكن فهمه إمبيراتيف إلزامي أو مهم جداً ويحتاج إلى اهتمام أو إجراء فوري إمبيراتيف دقيق جداً أو صغير جداً وبالتالي لا يمكن رؤيته أو الشعور به إمبيرل يعرض أحداً أو شيئاً ما للخطر إمباميابل كتيم أو لا يسمح بمرور السائل أو الغاز إمباميسبل غير مسموح به إمبيرسونيت ينتعل شخصية أحد أو يتظاهر بأنه شخص ما من أجل خداع الناس أو الترفيه عنهم إمبيرتيننت وقح أو غير مؤدب أو مهذب إمباذيوس منيع أو لا يتأثر بشيء إمباتيوس متهور يتصرف أو يقوم بالأشياء بسرعة ودون التفكير ملياً في النتائج إمباتيوس القوة الدافعة والمحفزة لعمل شيء ما إمبلانت يزرع فكرة أو موقفاً أو ما إلى ذلك في عقل شخص ما إمبلوزبو غير قابل للتصديق إمبليمنت أداة وغالباً ما تكون بسيطة جداً ويتم استخدامها خارج المنزل إمبليكيت يورط يظهر أو يشير إلى أن شخص ما متورط في شيء سيء أو إجرامي إمبليسيت ضمني أو مقترح دون التعبير عنه بشكل مباشر إمبليسيت لي بشكل ضمني أو بطريقة يتم اقتراحها دون التعبير عنها بشكل مباشر وقد تأتي بمعنى تماماً أو دون أدنى شك إمبليو يتوسل أو يطلب من شخص ما أن يفعل شيئاً ما بطريقة قلقة لأنه يريد الشيء أو يحتاجه بشدة إمبلاي يلمح أو يشير إلى أن شيئاً ما صحيح أو يشعر أو يفكر في الشيء دون قول ذلك بشكل صريح إمبوز يفرض قانوناً أو قاعدة أو ضريبة كعقاب مثلاً وقد تأتي بمعنى يفرض رأياً أو وجوده على الآخرين بشكل فيه إجبار إمباوند يحجز على أو يصادر شيئاً يملكه أحد إمبوريش يجعل أحداً يفتقر أو يجعل شيئاً فقيراً بتقليل الجودة فيه إمبراكتكل غير عملي أو غير معقول أو واقعي إمبريسايس غير دقيق أو لا يقدم معلومات دقيقة إمبريغنبل منيع أو لا يمكن الدخول إليه بالقوة إمبريس يثير إعجاب أحد إمبريست معجب بشخص أو بشيء لأنه يعتقد أنه جيد ومثير للإهتمام بشكل خاص إمبريشن انطباع فكرة أو شعور أو رأي تحصل عليه بشأن شخص أو شيء ما إمبريشن انطباع إمبريشن انطباع إمبريشن انطباع إمبريشن انطباع إمبريشن انطباع إمبريشن انطباع